موسيقى صب ميشيل حيك مجددا بتوقعاته فمع علاقة رئيسي التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المرادة سليمان فرنجية موسيقى اهلا بكل مشاهدين قناة انا وهي والنجوم حلقة جديدة من حلقة التوقعات رمضان كريم وكل عام وانتم بخير انتشر فيديو لميشيل حيك على موقع التواصل الاجتماعي كان اتكلم فيه عن خبر عاجل وعلاقة بين النائب جبران باسيل ورئيس تيار المرادة سليمان فرنجية الحقيقة حصل حدث غير منتظر سأبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو اول مرة بتشوفوا الكنانة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد وياريت تدعموني باللايك والكومنت والشي خبر عاجل عن مستجدات بعلاقة سليمان فرنجية وجبران باسيل تاجئ اللبنانيين باستضافة الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله على مائدة الافطار يوم الجمعة السابق رئيس تيار المرادة سليمان فرنجية ورئيس تيار الوطن الحر الوزير النائب جبران باسيل لكن ما ليس منتظرا هو خبر الافطار الذي دعا اليه سيد حسن نصر الله الخصمين لدودين جبران باسيل وسليمان فرنجية وكانت العلاقات الاعلامية في حزب الله قد اعلنت في بيان ان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله استقبل على مائدة الافطار يوم الجمعة رئيس تيار المرادة سليمان فرنجية ورئيس تيار الوطن الحر النائب جبران باسيل بحضور عدد من القيادات المعنية وكان اللقاء فرصة مناسبة للتداول في العلاقات السنائية والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة بعد نحو ستة أعوام من القطيعة اجتمع فرنجية وباسيل بمعية نصر الله السيد حسن نصر الله عزم في زمن سوم المسيحيين والمسلمين على جمع حليفي حب فرنجية وباسيل بالدعوة إلى هذا اللقاء فالأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله جمع حليفيه اللدودين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المرادة سليمان فرنجية رفتت مصادر إلى أن اللقاء كان صريحا وأشبه بغسين قلوب فتحول وديا حيث اتفق على فتح صفحة جديدة وأوضحت المصادر أن هذا اللقاء يؤسس عليه وهو عقد بعد إغلاق باب الترشيحي وإنهاء مهل التشكيل اللوائح لأن له مصالح انتخابية وراء عقده بل المصلحة مقربة جديدة للعلاقة بين الحلفاء إلى مائدة إفطار على أبواب الانتخابات النيابية وعلمت الامتفي أن اللقاء استمر لأكثر من ثلاث ساعات طبعا اللي حصل ده ربط النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بتوقعات مشي الحيك اللي كانت تكلم عنها وحديثه عن العلاقة بين السنائي بعد خصام دم لسنوات وبرمجه نصر الله منذ أقل من أسبوع وقال نصر الله فلتكن خلافاتكما منظمة بالاستحقاق النيابي بانتظار الاستحقاق الرئاسي وبانتظار معطيات إقليمية إضافية تحدد بوصلة هوية رئيس الجمهورية الجديد وكده يبقى تحقق توقع مشي الحيك ومن بين توقعات سبقر لمشي الحيك لجبران باسيل كان بيقول زلزال سياسي بيحمل اسم الوزير جبران باسيل وتوقع فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأضاف كلام كبير جدا لباسيل ومواقف بتخلط أوراق رئاسة الجمهورية باسيل بيستخدم حنكته لتسجيل نقاط جديدة كده انتهى الفيديو النهاردة أتمنى يكون عجبكو أحب أفكركو تاني لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد ياريت دعموني بالله يقول كومنتو الشيء شكرا لكم وإلى اللقاء